موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيزة معكم صالح ورحمة الله تقنوا صالح ومكاتفين موقع نيوتيك اليوم بذن الله عندنا الشرح مبسط للتطبيق EAM اللي هو الشبكة الاجتماعية بحيث انه تطبيق مشابه تقريبا لبرنامج الانستجرام يمكنك مرحبع الصور ومشاركاتها مع الأصحاب ومعارك متابعة الناس وايضا الناس انهم يتابعونك يعطون صورك لايكات اول ما تفتح الواجهة راح تطبيق واجهة استكشاب بحيث انه يجيب لك موقعك ايضا اللي قريبين منك والاصحاب الحسابات القريبة منك في الموقع والصور ينزلوها ثم يتنوع فيها انواع التصنيفات اللي هو يعرضها لك تختلف التصنيفات بين فترة وفترة بحيث انه ينوع لك تكتشف انواع الصور ايضا تقدر تركز على تصنيف معين راح نذهب في اول الامر الى مكانية صفحك الخاصة بحيث ان البرنامج يعطيك صفحة خاصة فيك مثل ما ذكرنا يكون فيها المتابعينك والصور الخاصة فيك ايضا هنا في يكون الاصدقاء اصحابك تفتح عليهم وتشوف صور اصحابك اللي انت تتابعهم وتقدر تعطيها لايكات مثل ما ذكرنا اعدادات البرنامج تقدر انك تسوي اعدادات للصفحة الشخصية بحيث انه تختار الرابط الخاص فيها او وضع كلمات عنك او تغير الصورة اللي انت تبغى هنا ايضا بامكانك التحكم بحيث انه لما يعضيك صور او اشعارات تقدر تغيرها ايضا بالاضافة الى تعديل البيتروني وكلمة المروع البرنامج بطبيعة الحال يحتوي على عدد رائح جدا من التأثيرات بحيث انه لما تصور اي صورة او تبغى تضيف اي صورة بحيث انه انت تتصور تزحب للمين وليسار تتغير عندك يعني زي ما هو كذا تروح يميد فوق او تحت بحيث انه يغير عندك الاطارات حقه الصورة مثل ما هو واضع عندكم هنا تغير نوع التأثير اللي انت تبغى تصور فيه بامكانك اخذ الصورة وهنا تتحكم في الفلاش بامكانك اخذ الصورة وبعدين تسوي عليها تأثيرات ايضا او تضيف صورة موجودة عندك وتضيف عليها التأثيرات اللي انت تبغاها بعدين ترفعها على صبحتك الخاصة هذا التطبيق بكل سهولة برنامج جدا جدا رائع التأثيرات اللي فيه جدا ممتازة بما انه تطبيق مبتدى حتى الان فمجموعة الاشخاص الموجودة فيه يعتبر بسيط نوعا ما لكن اتمنى له انه يتطور اكثر بحيث انه اعجبني جدا استخدامه ايضا كتصميم ببرنامج كامل جدا رائع ايضا البرنامج متوفر على الاي او اس والاندرويد مثل ما ذكرت في الموضوع اتمنى كنوا فضلت بالشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى